هو كلب دخم بشكل مبالغ فيه حتى أنهم يطلقون عليه اسم محطم الذئاب وهذا لأنه يستطيع أن يتصدى لمجموعة من الذئاب لوحده كلب الألاباي الدخم أو الراعي الأسياوي مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على رسول الله من أكثر الأشياء التي يتميز بها كلب الألاباي هو عراقته التي تعود إلى أكثر من أربعة آلاف عام حيث تعتبر هذه السلالة واحدة من أقدم السلالات الكبيرة في التاريخ وتم استخدامها من قبل ككلاب حراسة للماعز والأغنام واليوم لا يزال من الممكن استخدامهم ككلاب حراسة مخلصة وشجاعة وقوية للغاية تنتمي مجموعة كلاب الألاباي إلى قارة أسيا الوسطى ومرت سلالة الألاباي عبر السنين بالكثير من التحديات لذلك هي بدأت في اكتساب أفضل الصفات الوراثية إضافة إلى ذلك فهو كلب يحب الحرية والأماكن الواسعة والتنقل في حرية تامة هو كلب فخور بنفسه كانت تمتاز بامتلاكها كماما قصيرا وفكين قويتين وفي نهاية القرن العشرين تحديدا في عام 1930 بدأ المربين في الاتحاد السوفيتي بتدريب سلالة الألاباي على أعمال الحراسة والمعارك لما تزميز به كلاب الألاباي تمتاز بالوفاء لصاحبها وهي صيادة ممتازة قادرة على الانتصار على الدبابة والخنازير فبنيتها الجسمانية قوية للقتال بحيث لا تجد لها أي من نقاط الضعف على عكس أنواع الكلاب الأخرى كلب الألاباي هو حيوان قوي وحيوي يبلغ طوله ما بين 65 إلى 75 سنتيمتر بالنسبة للذكور بوزن لا يقل عن 50 كيلوغرام بالإضافة إلى البنية الهائلة والخشنة إلى حد ما فإن الكلب لديه عضلات دخمة وزسم طويل مثله فلديه المهارات الفطرية لحارس الأمن فهو دائما يراقب أراضيه بعناية ويعرف كل ركن من أركانها ويضمن أقصى حماية وأمان للممتلكات وصحة أصحابها إذا كنت تعيش في منزل خاص فلن تجد حارس أفضل منه علاوة على ذلك فإن الشخصية والخصائص الفطرية للكلب تجعل من الأفضل لها أن تكون في الشارع أما في المعركة فهم تجاعون وفعالون للغاية من الصعب البقاء على قيد الحياة في صراع مع مثل هذا الحيوان دون عواقب وخيمة وبالتالي يجب على المالك بدل جهود لتدريب حيوانه الأليف وتعليمه لأنه ليس سرا أن هذا الصنف يتميز بالعدوان الفطري والذي يجب كبحه حتى لو كنت صيادا محترفا حصلت على كلمة آلاباي للأغراض المناسبة تذكر أنه يجب السيطرة على عدوانيته لهذا فإن النشاط البدني المستمر مهم جدا أيضا فهو رفيق مثالي سواء للأفراد أو للعائلات التي لديها أطفال تتمتع شخصيته بخصائصه الخاصة من ناحية أخرى فإن المعاملة القاسية والظلم سوف يتسببان في سراع داخلي في الحيوان من الأفضل تجنبه يحتاج كلمة آلاباي إلى التنشئة الاجتماعية المبكرة والمكثفة فهذه سلالة مهمة تتطلب مالكا قويا لن يتسامح هذا الكلب مع أساليب التدريب القاسية لذلك يجب أن يتم التدريب باحترام وحزم وإنصاف وصبر والتساق بشكل عام هذه الكلاب واتقة جدا من نفسها ودكية وشجاعة للغاية دون أن يكونوا عدوانيين بشكل مفرد لا يترددون في الهجوم إذا شعروا أن مالكهم في خطر شديد وسيحمون أسيادهم حتى الموت هم أيضا حذرين بشكل طبيعي من الغرباء وسوف ينبهون أسيادهم بسرعة إلى أي تدخلات مشبوهة لا يحتاج كلمة آلاباي إلى رعاية خاصة يكفي تمشيط الفروء بفرشات خاصة مرة أو مرتين في الأسبوع وتنظيف الأدنين والاستحمام وتقليم الأضافر حسب الحاجة ويجب أن يكون تنظيف الأسنان بالفرشات منتظما هو كلب ريفي وقوي لفضل بنيته الطبيعية القوية وطبقته المزدوجة فهو لا يخشى البلود الشديدة ولا التقس السيء إن كلب آلاباي هو كلب طويل العمر إلى حد ما نظرا لأن سلالة الكلاب بديها متوسط عمر متوقع يسمح لها بالعيش لأكثر من 15 عاما ولكن فقط إذا تم الاحتفاظ بها في ظروف جيدة وتحظى بكل الاهتمام الذي تحتاجه والسلام